ترجمة نانسي قنقر شبه الجزيرة العربية أوروبا أمريكا الشمالية الجنوبية والوسطى أستراليا ونيوزيلندا وبما أن شاشتنا صوبورو تي في هي صدق انطاكيا قررنا بحلقتنا اليوم من بحوث لهوتية نتعرف أكتر على واقعة وأماكن تواجدة نتعرف على ماضية ونتعرف على الحقبات التاريخية المهمية اللي مرأت فيها لهيك اليوم بدي رحب بدي ريتو هيلان السمرجي من جديد بحلقتنا بدي رحب أيضا بكلمة اللي تابعنا اليوم دي ريتو بحلقتنا من بحوث لهوتية اللي عم تشارك فيها دائما كلمة الله من خلال علم اللاهوت وعم ندرسه حسب مفهوم كنيسة انطاكيا للسريان الأورتدوكس وعم نناقش بخلال حلقاتنا علم اللاهوت وتفاصيله بطريقة مختصرة وطريقة مفهوم المحاضرات اللي عم تشاركنا فيهم دي ريتو بهذه الحلقة دي ريتو اليوم نحن وصلنا لحلقتنا التانية ورح نحكي بحلقتنا اليوم عن تاريخ كنيسة انطاكيا للسريان الأورتدوكس بطريقة مختصرة ومبسطة مثل ما متعودين عليك الشباب والصبايا إن شاء الله بدي رحب فيك بها الحلقة الله يخليك أهلا وسهلا كرم أهلا بفيك دي ريتو دي ريتو نحن اليوم عم نحكي عن لغة عمره 3000 سنة قبل الميلاد عم نحكي عن حضارة عمره 1000 سنين عم نحكي عن المسيحية اللي وصلت اليوم عن طريق السريان لا كتير بلاد من طرقت من بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام لا وصلت لكل أنحاء العالم اليوم أم تتأسست الكنيسة الانطاكية السريانية الأورتدوكسية ومين هو مؤسسة؟ كنيستنا كنيسة السريان الأورتدوكس كنيسة انطاكيا تأسست في فجر المسيحية أول ما انتشرت ديانة المسيحية كانت كنيسة انطاكيا من الأوائل بعد أورشاليم كانت انطاكيا عاصمة الدولة الرومانية أحد ثلاث عواصم للدولة الرومانية اللي هي كانت انطاكيا وروما والاسكندرية فلذلك إلى مكان كبير انطاكيا دخلت المسيحية انطاكيا على يد تلاميذ السيد المسيح الرسل لما صارت الاضطهادات على المسيحية بدايتها خصوصا لما استشهد ستيفانوس رئيس الشمال في سنة 34 ميلادية فكثير من التلاميذ هربوا إلى المناطق اللي أبعد من أورشاليم من فلسطين عم ينشروا المسيحية بالمناطق فكان أول من سمع بشارة الإنجيل بعد اليهود هما السريان اللي كانوا في انطاكيا كانوا بلاد سوريا ما بين النهرين بالقرن الأول الميلادي وكنيسة انطاكيا أول من دعل تلاميذ مسيحيين كان في مدينة انطاكيا والشاهد على ذلك بعمال الرسل يعني في زمن لوقة البشير لما كتب يقول بعمال الرسل لإصحاح داعش عدد 26 ثم خرج برنابة إلى ترسوس ليطلب شاول ولما وجده جاء به إلى انطاكيا فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلمات جمعا غفيرا ودعية تلاميذ مسيحيين في انطاكيا أولا هاي شهادي من الكتاب المقدس أنه أول من أطلق عليهم المسيحيين هما كانوا المسيحيين موجودين في انطاكيا زار انطاكيا العديد من الرسل ومن المبشرين زار برنابة هو أحد التلاميذ السبعين المبشرين زار بولوس الرسول مكت فيها هو برنابة تقريبا قناة سنة مبشرين فيها وبعدين نشر مار بطرس الرسول أحد الهمتين الرسل بطرس البولوس بطرس نشر تعاليم الإنجيل فيها وهو أول من أسس الكرسي الرسولي الانطاكي في انطاكيا سنة سبعة وثلاثين ميلادية إذا المؤسس كنيستنا كنيست أنطاكيا مار بطرس الرسول سنة سبعة وثلاثين ميلادية وكان المسيحيين اللي موجودين في انطاكيا كانوا عم بيكونوا من طرفين يا إما يهود وصاروا مسيحيين يا إما وثنيين من آراميين من يونان من عرب وصاروا مسيحيين فكان قسم من اليهود وقسم من الأمميين وفي أدنى شهادات بتأكد من الآباء أن بطرس الرسول هو مؤسس كنيست أنطاكيا إذا نقراها أوسابيوس القيصري اللي كان سنة ثلاثين واربعين يذكر أنه في السنة الرابعة بعد الصعود يعني بعد صعود ربنا بأربع سنوات نادى بطرس بكلمة الرب في أنطاكيا العاصمة الكبرى وصار أول أساقفتها يعني إشارة واضحة مر أفرام السرياني يقول شمعون الصفا زعيم الرسل من بيت صيدة بعدما عمد كرنيليوس وأهل بيته دخل إلى أنطاكيا وسوريا وبشر بالإنجيل وتلمذ وعمد خلقا كثيرا وهو أول من بنى فيها بيعة وجلس على العرش الرسولي وصار فيها الأسقف الأول وتلمذ فيها سنة وهي الأولى لملك كلوديوس مارسي وريوس الأنطاكي كمان عنده شهادة يقول إذ كانت أنطاكيا أول الكنائس المقدسة التي تأسست في سائر أنحاء العالم بعد أرشالين وهي الأولى التي اتخذت لها راعيا وبعلا روحيا ومؤسسا ذلك الذي سامع قول الرب أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لا تقهرها ويعتبر قداس سيدنا البطريارك المعظم مارغناطيوس أفرام الثاني هو البطريارك اللي يحسب عداد تسلسله 123 في عداد البطارك الشرعيين بعد بطرس الرسول يعني وصل التسلسله إلى 123 طواما دريته هنا بيختار لنا السؤال نتعرف على المجمع أو أول مجمع حدث بالكنيسة أين تصار؟ شو هو؟ نحن هوني راح تحكي أنه في مجامع مكانية كانت تصير بمكان معين لما تصير مشكلة بالكنيسة في مكان معين يسموه مجامع مكانية لمنطقة وفي مجامع أخرى راح نتناوله بالحلقة القادمة يسموه المجامع المسكونية اللي كانت تشمل كل المسكونة يعني لازم يكون أتنا مشاركين بهذا المجمع من كافة الكنائس المسيحية المنتشرة بأقطار العالم فلذلك يعتبر مجمع مسكوني هللي راح نحكي عليه أنه هو أول مجمع حدث بالكنيسة لما صار أول خلاف بزمن الرسل قلنا بطرس الرسول هو اللي أسس كنيسة أنطاكيا سنة 37 ميلادية ومجيء الثاني طبعا هو كان مقره في أنطاكيا وكان كمان يطلع يبشر بالمناطق الأخرى ويرجع بالمجيء الثاني طبعه إلى أنطاكيا يقول الكتاب المقدس امتنع يخالط المتنصرين من الأمم الوثنية لماذا؟ لأن اليهود تبع أورشالين بعد حادثة كرنيليوس خاصمونه يعني غادوا يدخلوا في قسم من المسيحيين دخلوا المسيحية كانوا من اليهود بحاولوا يدخلوا إلى عادات اليهودية والتقوصة التي كانت عند اليهود بالمسيحية فلذلك المسيحيين الذين كانوا من أصل الأمم رفضوا هذا الشغل يعني هذا دين جديد بتعاليم جديدي ونحن ندخل اليهودية داخل المسيحية لذلك بولوس رسول بالكتاب المقدس بعمل الرسول يقول لا ملابط رسول على تصرفه بعدم مخالطته للمسيحين الأصل وثني أو أممي لذلك اجتمع الرسول في أورشالين وأقدوا أول مجمع مكاني سمونه مجمع أورشالين سنة 51 ميلادية ناقشوا في نهاي القضية وطلع المجمع بقرار كمان موجود بأعمال الرسول يقول ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم بل أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم هاي بقى عمال الرسول الموجود وهذا القرار اللي طلعوا مجمع أورشالين سنة 51 أرسلوا هذا القرار إلى أنطاكيا بيد بولوس وبرنابة ومعهم كان يهودة الملقب برسابة وسيلة يعني أربعة وصلوا قرار مجمع أورشالين إلى أنطاكيا عم بتبين مكان كنيسة أنطاكيا بذاك الوقت وبوتروس وبولوس النتيجة للتبشير تبعاً فترة من الفترات تغيب بوتروس عن وجوده في أنطاكيا لذلك الانشغاله بالتبشير وضع بعده أفوديوس أسقف على المسيحيين الذي من أصل وثني وضع مار أغناطيوس النوراني أسقف على المسيحيين اللي من أصل يهودي واستمرت هيك احنا نعرف بوتروس الرسول استشهد سنة 67 ميلادية وبعد سنة مار أفوديوس كمان توفى سنة 68 لذلك مار أغناطيوس النوراني سنة 68 وحد المسيحيين الموجودين في أنطاكيا اللي هما من أصل أممي ومن أصل يهودي وأصبح عليهم يطلق عليهم الكنيسة الجامعة فالكنيسة أنطاكيا هي أول من استخدمت لقب الكنيسة الجامعة اللي وحدت بين المسيحيين اللي من أصل يهودي ومن أصل أممي داريتو نحنا منعرف أنه في أسماء أيضاً تطلق على كنيستنا السريانية ممكن نتعرف في اليوم هالأسماء وندخل أيضاً بتفاصيل ليش تسمينا هك لحقول إحنا كنيستنا عند أسماء تقبلها وفي أسماء أطلقت عليها نوع تدبية كمان ما تقبلها هاي راح نتناولها بعد شوي كنيستنا يطلق علي اسم الكنيسة السريانية ليش تسموا كنيست سريانية لسببين نسبة إلى البلاد اللي تواجدت فيها ونسبة إلى اللغة اللي تتحدث بيها مكان تواجد كنيست أنطاكيا هي منطقة سوريا كان والي سوريا بالكتاب المقدس أنطاكيا كانت تعتبر أعاصمة الدولة السورية بذاك الوقت كانت موجودة بتركيا هلأ بالوقت الحاضر كانت موجودة يعني سعتبر بسوريا بس هلأ بالوقت الحاضر هي منطقتها موجودة بتركيا مقر في أنطاكيا سوريا فلذلك اسم سوريا عطل السريان اسم سريان سيريان سيريا ولأنها تستخدم اللغة السريانية بتقوصها وصلواتها وتحافظ عليها لأنها هي لغة الأم هي لغة السيد المسيح وتلاميذه وأمه ورسله الأطهار كانت اللغة السريانية تعرف باللغة الآرامية منهما الآراميين آرام هو ابن سام ابن نوح الآراميين هم اللي سكنوا وادي ما بين النهرين وادي الرافدين أو بلاد آرام الشام وآرام النهرين كانوا هذولي القبائل الآرامية تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد وتحدث اللغة الآرامية اللي هي نفس اللغة السريانية لما انتشرت المسيحية المسيحين عم يتحدثوا اللغة الآرامية مشان يتميزوا عن الآراميين اللي ما آمنوا بالسيد المسيح صاروا يطلقوا على اسم اللغة اللي يتحدثوا اللغة السريانية نسبة إلى سوريا هم آمنوا بالسيد المسيح وعاصمة مانطاكيا صاروا يسموا السريان وسموا لغتهم اللغة السريانية بينما الآراميين اللي ما اعتنقوا ديان المسيحية بقوا يسموا اللغة ما تم اللغة الآرامية هي نفس اللغة ما في فرق بينها هي كلتها اللغة آرامية لغة سامية مسيحيين سموها سريانية وبقى المسيحين محافظين على اللغة تبعا بالمنطقة اللي كانت شيم لي أنطاكيا كلتا وسوريا حتى القرن السابع الميلادي لما انتشر العرب عمل الفتوحات تبعا وانتشروا بالمنطقة تبعا كثير من السريان بستبدلوا اللغة السريانية صغيروا يتحدثوا بس بقت لغة تقصية بالكنيسة بقت الكنيسة تستخدمها بالليتورجية تبعا بالكتابات تبعا قبل السيد المسيح نحكي أن اللغة الآرامية كانت منتشرة حتى وقت السبي البابلي اليهود لما سباهم البابليين من أورشالين وجابوهم على بابل بالقرن الخامس قبل الميلاد نسيوا لغتهم الأبرية وتحدثوا اللغة السريانية فلذلك اللغة السريانية تعتبر من اللغات المهمة اللي انتشرت فكان السريان يحافظون بانطاكي على لغتهم السريانية وأما اللغة اليونانية كانت تعتبر هي لغة المستعمر اللي استعمر البلاد ولغة الفلسفة والعلم وقلنا بالقرن السابع قسم من السريان صاروا يستخدمون بالمناطق خصوصا شرق نهر الفرات صاروا يستخدمون اللغة العربية بدل اللغة السريانية بس بقت اللغة السريانية هي لغة الكنيسة ولغة الصلاوات حتى أنه قدنا أول قداس إن كتب باللغة السريانية كتبوا مار يعقوب أخو الرب أسقف أورشالين ولي حد الآن يستخدم بالكنائس تبعنا الليتورجية اللي كتبها أول أنه فراء بالسرياني باللغة السريانية ولا تزال كنيستنا تستخدم هاللغة بالطقوس تبع ثاني اسم انطلق على كنيستنا يسموه كنيست مش بس السريانية يسموه كنيست أنطاكيا نتيجة لأنه عاصمتها عاصمة سوريا كانت أنطاكيا وقلنا هي أحد الأواصم الثلاثة المهمة للدولة الرومانية اللي هي أنطاكيا وروما والإسكندرية كلمة أنطاكيا مش بس تستخدمها كنيستنا لقب كنيست أنطاكيا يستخدموا سبع كنائس يطلقون على نفسهم كنيست أنطاكيا كنيست السريان الأرثوذوكس تسمى كنيست أنطاكيا كنيست الموارنة هون باللبنان يسموه كنيست أنطاكيا كنيست السريان الكاتوليك تطلق على نفسها كنيست أنطاكيا الروم الأرثوذوكس الملكيين كمان يسموه كنيست أنطاكيا الروم الكاتوليك كمان يسموه أنطاكيا الأشوريين والكلدان سبع كنائس تحتفظ بلقب كنيست أنطاكيا ثالث اسم ينطلق على كنيستنا كنيست الأورتوذوكسية كلمة أورتوذوكسية كلمة يونانية أورثو ذوكسة أورثو معناته قويم مستقيم معناته الصحية ذوكسة معناته مجد بصورة أبسط يعني الإيمان القويم الإيمان المستقيم الإيمان الصحية بالسريان نحن نقول نفس التسمية نسميه ريسة شبحه المجد الصحية كلمة أورتوذوكسية استخدمت على الكنائس الأورتوذوكسية المشرقية اللي هي كنيستنا السريان كنيست الأقباط كنيست الإسكندرية وكنيست الأرمن الأورتوذوكس هذول يسموه الكنائس المشرقية ثلاثتهم تحتفظ باسم لقب كنيسة أورتوذوكسية كمان مجموعة أخرى من الكنائس كنائس أورتوذوكسية شرقية اللي هي كنيستة يونان كنيسة قبرص ألبانيا روسيا رومانيا جبل سينة أوروبا الشرقية هذولي كمان يسمون على نفس أسماء الكنائس الأرتوكسية وإذا نرجع أن نشوف حتى اليهود في شيعة من أنتم يسمونهم اليهود الأرتوكس هذولي يحاولون يقولون أنهم حافظوا على ما تسلمونه من التوراة بدون أن يدخلوا شغلات تعمل أشياء تحدث بها أو حافظوا على التعاليم الاستخدامه القديمة بصرامة فالذلك يسمونهم أرتوكس تريد أن نشوف اليوم إلى جانب الحضارة الثبات بهذه الحضارة وبهذه التاريخ وبالعقيدة المسيحية نشوف كنيسة عظيمة اليوم ولكن نحن اليوم كسريان نشوفها بهذه الكلام نحب كنيستنا أكيد نفتخر بيها أكيد اليوم كيف الكنائس بتنظر لكنيستنا بتنظر لهالمكانة أوداش في مكانة كبيرة لكنيستنا نحن قلنا كنيستنا من أول الكنائس كنيست أنطاكيا أول الكنائس التي تأسست وصار عليها أسقف هي كنيست أنطاكيا وأول من دعوه بالمسيحيين هم التلاميذ لما كانوا في أنطاكيا وقلنا هي الكنيسة الأولى بعد أورشاليم وخصوصا مش بس بعد استشهاد مار ستيفانوس بعد ما قام تيتوس سنة سبعين ميلادية بخراب أورشاليم تشتت أغلب الرسل وأغلب التلاميذ انتشروا المسيحية انتشرت من أورشاليم إلى أنطاكيا فانطلق من عنده التلاميذ إلى أنحاء العالم مش بقط بس في فلسطين ومنطقة بلاد الرافدين وبلاد الشام انطلقت إلى تركيا انطلقت إلى البلاد الفارسية شرقا وانطلقت إلى أوروبا غربا فتوسعت وإلى أفريقيا توسع انتشار المسيحية خصوصا بعد خراب أورشاليم فمن أنطاكيا انطلق التلاميذ إلى أنحاء العالم ونشروا بشارة حتى إذا تتذكر لما حكينا على بولوس الرسول لما حكينا على أعمال الرسل وذكرنا أنه بولوس عنده ثلاث رحلات تبشيرية إلى العالم الثلاث رحلات انطلق بيها من أنطاكيا ونشر المسيحية إلى أوروبا وإلى آسيا السريان المكانة كتير كبيرة ظهر من عندهم مدارس مهمة مدرسة السريان مدرسة الروها مدرسة أنطاكيا تفسير الكتاب المقدس خرج من عنده علماء أفذاء أناروا العالم مش بس بالعلوم الدينية بالعلوم الألمية المدنية كمان نشروا الطب نشروا علوم الرياضيات إلى العالم كله ونقلوا العلوم الثانية إلى العرب عن طريق اللغة السريانية الآباء كنيستنا مكان كبير إنه قاموا بدراسة الكتاب المقدس بأهديه القديم والجديد ونقلوهم إلى لغتهم السريانية عن طريق الترجمة البسيطة نسميه الفشيطة البسيطة وغيرها من الترجمات ونقلوهم بدورهم من السريانية إلى العربية إلى الفارسية إلى الماليالم الماليالم هي لغة جنوب الهند جنوب شرق الهند هلا عندنا كنيسة هون كبيرة كيرالة يتحدثوا اللغة الماليالم وتناولوا الكتاب المقدس شرحا وتفسيرا وتركوا لنا بحوثا مستفيضة تعتبر مراجع مهمة خصوصا بدراسة الكتاب المقدس وحملوا لواء الإنجيل إلى بلاد العرب إلى أرمينيا إلى الهند إلى الحبشة وقدموا الآلاف من الشهداء في سبيل المحافظة على إيمان القويم الأرثوذكسي إن كان بالماضي بزمن الرسل استشهدنا كثير إن كان بعد الرسل بالقرن الثاني والقرن الثالث أيام صارت الاضطهادات الأشرة قبل ما يجي قسطنطين ويعطي أمر بيلانه 313 بحرية اعتناق الدين المسيحي بذلك الوقت استشهدنا كثير من المؤمنين قدموا دمائهم مشان يحافظوا على الإيمان تبعهم وبعدها لما صارت الحروب الصليبية مئات الآلاف من السريان ماتوا نتيجة لمحافظتهم على إيمانهم القويم وما زادت الكنيسة إذن نتذكر بالحرب العالمية الأولى لما صارت أكبر مذابح لديه مذابح السيفو بيقولوا التقارير راحنا تقريبا 300 ألف قتيل بحرب السيفو بعد الحرب العالمية ب1919 من الشهداء اللي حاولوا يبقوا على ثباتهم ولي حتى الآن الحرب اللي صارت أعتنا بالعراق بداعش لما طلعوا المسيحين من موصل بسوريا بسوريا لما كثير من الناس من الخوف من الحرب تشتتوا وصاروا بأنحاء العالم كنتو فدماء هالشهداء ما تروا حذر تبقي تسقي تكون بذار للإيمان بأنحاء العالم إن كانت مشبه في الشرق صارت بذار للإيمان بالغرب كمان أكيد يعني اليوم الشهداء داريتوا هنا المثال لحتى اليوم نبقى ثابتين بمسيحيتنا وما لا تخلى عنا مهما كانت الظروف داريتوا وين كان مقر الكرسي الأنطاكي عبر التاريخ؟ إحنا قلنا أول ما تأسس الكرسي الأنطاكي الرسولي البوتروسي بوتروس أسسه في أنطاكيا صحيح سنة 37 تماما من 37 إلى 518 لما كان مارسي وريوس الأنطاكي كان مقر الكرسي الأنطاكي في أنطاكيا البوتروسي في أنطاكيا بسبب البتاعب التي عانتها من الاضطهادات البيزنطية تم نقل مقر الكرسي الأنطاكي تنقل في منطقة ما بين النهرين إلى القرن الثالث عشر استقر المقر التبعه في دير الزعفران قرب ماردين بتركيا بالقرن الثلاثة عشر وبقى في هذه المنطقة إلى وقت صارت الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى تم نقله من ماردين سنة 1933 تم نقله إلى حمص ومن 1933 إلى 1959 تم نقله بعد ذلك إلى دمشق والحد الآن في مقر الكرسي الأنطاكي في باب تومة في دمشق تيروتو أيضا في اللقب يطلق على بطاركة أنطاكيا ما هو هذا اللقب؟ كان قبل البطاركة أي بطارك يحافظ على الاسم الموجود عنده اسمه شما بيكون رح يصير هو بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق بسنة 878 اعتلى الكرسي البطرياركي شخص اسمه يشوع قام أخذ اسم مار أغناطيوس تيمنا بمار أغناطيوس النوراني اللي هو أول من وحد قنا بين المسيحيين في أنطاكيا اللي من أصل يهودي والمن أصل أممي فهذا كان استشهد طريقة استشهاده كانت كثير شجاعة باستشهاده تيمنا باسمه يشوع أخذ اسم صار ينحط لقب مار أغناطيوس يشوع قبل بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق بعده جاء أربع بطاركة حافظوا على هذا التقديم آخر شي جاء يوسف بن وهيب مطران ماردين سنة 1293 حتى عادة تتبع بالكنيسة أي شخص يأتلي الكرسي البطرسي يسيغ بطريارك على أنطاكيا لازم ياخذ لقب مار أغناطيوس قبل الاسم اللي رح يكون تبعه ولحد الآن يعتبر سيدنا مار أغناطيوس أفرام الثاني اللي هو قلنا تسلسله 123 بطرياركة الشرعية رابنا يديمه ويقوينه على قيادة الكنيسة أكيد أكيد الله يعطي الأولى حتى يبقى رائع للكنيسة ويحميها داريتو شو هي حدود منطقة الكرسي الأنطاكي اليوم؟ أول مرة في البداية هي كانت أنطاكيا أنطاكية سوريا مقرة بين بحر الأبيض المتوسط غربا كان يسمونه بحر الروم وشرقا إلى أقصى بلاد فارس وإلى الهند شرقا عم بتشوف مدى وسعة تقريبا آسيا كلتا ومن الشمال حدود آسيا الصغرى ومن الجنوب جنوب فلسطين والبلاد العربية يعني هاي المنطقة هي كلتا كانت مقر الكرسي الأنطاكي كان يسوسة بطريارك واحد على بلاد المشرق اللي كانت تشمل بلاد الشام، فلسطين، كيليكية، آسيا الصغرى ما بين النهرين وبلاد فارس بأسرها سلطانه كان يشمل كل المسيحيين على اختلاف قومياتهم وأجناسهم ولغاتهم وكان للأبرشيات الكبرى رؤساء أساقفة والأبرشيات الصغرى كان عليها أساقفة يتولون إدارة الكنيسة روحيا والقيادة الأولية للباتريارك اللي كان مقره في أنطاكيا تماما، ديريتو بعد البريك راح أتعرف على أول انقسام صار بأهل الكنيسة وكيف استمرت هذه الانقسامات؟ أكيد راح نتعرف على هذا الشيء من خلالك وأيضا اليوم مع كل من يتابعنا على فضائية سوبورو تيفي منتظرنا بعد البريك حديث مهم وأكيد راح نتعرف عليه مع ديريتو ولكن راح نتوقف مع بريك ونرجع لكم رجعنا لكم من بعد البريك لنتابع معكم حلقتنا اليوم من بحوث لاهوتية اللي بتحمل عنوان تاريخ كنيسة أنطاكيا للسيريان ديريتو بطريقة مثل معاودتنا دائما ديريتو خلال برنامجنا وحتى خلال المحاضرات التي بتعطيهم للشبيبة يكون في طريقة مبسطة ومختصرة نفهم فيها هذه الأمور اللي دائما ديريتو حديث عنها لن تبقى بالبال إذا تكون شوية صعب وطويلي ما راح تبقى بالبال تماما، احنا حكينا أنه علم اللاهوت ديريتو أنه شوي علم صعب يعني بحاجة لتوضيح وتفسير ديريتو قبل البريك حكينا عن أنه مؤسس اليوم الكنيسة الانطاكيس هو بتروس الرسوس من سبعة وثلاثة ميلادي وحكينا أيضا عن أول مجمع اللي هو مجمع أورشاليم اتعرفنا أيضا تماما على مقار الكرسي البطريارتي وحكينا كثير من التفاصيل نوصل لنقطة انقسام الكنيسة اليوم اي كرم أكتر موضوع حزب قلبنا هي الانشقاقات اللي صارت بالكنيسة تماما واليوم يعني إضافة لأنه هذا شيء مؤلم اليوم عم نشوف فيه شيء بيوضح لنا هيدا الشيء عم نشوف مخطط يوضح تاريخ الانشقاقات في الكنيسة واليوم دريتو محبي تعرفينا شوي على هيدا الموضوع احنا كنيسة سريانية أرثوذكسية واقعنا باليوم الحاضر قدنا الانشقاقات تحزب قلبنا بس هذا تاريخنا يعني لازم نعرفه تاريخنا اللي كان الحلو فينو والمش حلو فينو رح ناخذ منو أبرى إن شاء الله نقدر بالمستقبل نكون أحسن أول انشقاق صار بالكنيسة كانت الكنيسة بداية المسيحية كنيسة جامعة إيمانة واحد كانتنا أربع مقرات كبيرة للكنيسة الكنائس هذول الأربع كراسي ما كان في فرق بيناتهم كل كنيسة إيمان واحد كل كنيسة إلى مقرة وحسب المقر أخذت تسميتها فكان يسمى كنيسة روما عاصمة في روما كنيسة القسطنطينية لأن مقر الكرسي تبعها بالقسطنطينية وكنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا أربع كنائس واحدة بالعقيدة الدينية إيمانة بالسيد المسيح كل شركة روحية مع بعض الكنائس الأربعة كانت متساوية الأربع كنائس بالسلطات والامتيازات لكن كل كنيسة من أندم كان عندها رأس مستقل وقانون مستقل باليوناني يسمونه أفتو كيفالوس وأفتونوموس يعني رأس مستقل ما حدا يدخل بسياستي أنا مع الأبرشيات تبعي وأندي قانون يمشي الكنيسة تبعي حسب القانون اللي موجود حسب الكنيسة اللي مستقلب داتا داريت هؤدولت الكنائس كانوا متل سلطة قائمة على مناطق يعني؟ كنائس كنائس رسولية كنائس المقر القيادة تبعهم الكرسي الكبير تبعهم اللي هو البطريك تبعهم موجود في أنطاكيا في الإسكندرية في روما في القسطنطينية هذه الأربعة كانت بلاد الرافدين رح نحكي عليها شوية صغير بس رح نيجي عليها في التعليق لألة بلاد الرافدين كان نهر الفرات يقسمها إلى قسمين شرق نهر الفرات وغرب نهر الفرات شرق نهر الفرات كانت الدولة الفارسية وغرب نهر الفرات كانت الدولة الرومانية وهذه الدولتين كانوا دولات عظمة قيادات سيادية عظمة كانت دائما تصير نزاعات بيناتهم حتى منطقة النصيبين اللي هي السريانية نشوف أنه مرات كان فيها مدرسة كبيرة مدرسة النصيبين اللي كان بزمن أفرام السرياني كانت مرة تصير تحت الحكم الفارسي مرة تصير تحت الحكم الروماني نتيجة النزاعات الإصارية هلو رح نجي نحكي السألة على أول انشقاق انقسام صار بالكنيسة تماما قلنا هذول الأربع كنائس كانوا أربع كنائس مكانية كل وحدة عندها أفتوكيفلوس أفتونوموس مستقلة بالرأس ومستقلة بالقانون إلى أن ظهرنا بدأة نسطور اللي كان بالقرن الخامس 431 ظهر نسطور وقال أن السيدة الأذراء مريم الأذراء هي والدة المسيح ليس والدة الإله ما والدة الإله والدة الإنسان وحتى أنه كان عيب على المجوس تقديم الهدايا إلى مولود صغير هو إنسان اعتبرونه كملك ورئيس كهنى وقال أن السيد المسيح طبيعتين طبيعتين منفصلتين طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية ما قال بطبيعة واحدة بعد الاتحاد فلذلك انعقد المجمع المسكوني الثالث في أفتوس 431 ولمجمع قرر أنه تعتبر نسطور التعاليم تبعه وتعتبر هرتقة وحرمة لما حرم من الكنيسة اضطر إلى أن يهرب من الدولة الرومانية ذهب إلى شرق نهر الفراد أصدقى وقد أصدقى بشكل كبير منه حتى القرن الثاني عشر ويسمونه بالنساطرة وقسم منهم كانوا في قبرص وقسم منهم كمان كانوا في سوريا ووادي ما بين النهرين وبلاد الشام وقسم منهم كانوا كمان في فلسطين بس انتقالهم إلى هالمنطقة خوفا من سلطة الدولة الرومانية بعد نسطور بالأربعمية وواحد وثلاثين صار أدنى مجمع خلقي دونيا الذي كان لناقش مشكلة النساطرة الذي يعملوا انشقاق كبير بالكنيسة فانعقد مجمع خلقي دونيا بأربعمية وواحد وخمسين وهو الذي قسمنا الكنيسة إلى قسمين كبيرين الأربع كنائس صار كنيسة أنطاكيا وكنيسة الإسكندرية الذي لم يقبلوا بقرارات مجمع خلقي دونيا يسمونه اللاخلقي دونيين وكنيسة رومو والقسطنطنية التي قبلت بقرار مجمع خلقي دونيا صاروا الكنائس الخلقي دونية فأكبر انقسام صارتنا بالكنيسة سنة 451 نتيجة مجمع خلق دونيا داريتو كيف استمرت هذه الانقسامات بالكنيسة؟ هل رح نحكي هون يقلنا كنيستين روما والقسطنطينية هذولي الكنائس تفرع من عندهم إذا نشوف هوني بالمخطط كثير من الانشقاقات والكنائس اللي طلعت بينما الكنائس اللي لا خلق دونيا اللي كنيست أنطاكيا وكنيست الإسكندرية بقوا على الإيمان المستقيم تمعمه حد الآن تعتبر كنائس شقيقة كل واحدة إلى مكانة وسلطتة ومؤمنين بس تعتبر كنائس شقيقة إيمان إيمان واحد نفس الإيمان التي سلمته من الرسل الكنائس الخلق دونيا صار بي انشقاك كثير بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية خصوصاً بالقرن 11 صار انشقاك بيناتهم حول موضوع انبتاق الروح القدس منبثغ من الآب أو منبثغ من الآب والابن الآن إذا نريد أن نعرف الانشقاقات كلها كيف صارت وكيف التسلسل تباع سنرجع من بداية الكنيسة قلنا عدنا أربع كنائس هي أنطاكيا والإسكندرية وروما والقسطنطينية أورشلين تعتبر مع كنيسة أنطاكيا كان تعتبر والي سوريا هو فلسطين منظمي أول مشكلة ظهرت كبيري بالكنيسة والطرق إلى عقد مجمع مشانا هو آريوس اللي طلع هو كاهن كان كاهن في الإسكندرية أصله من ليبيا رح نتناولها بعدين هاي كلتا بطريقة مفصلة بالمجامع لما ندخل على المجامع الثلاثة المجامع المسكونية فآريوس طلعنا فكرة أنه جاب شهادات من الكتاب المقدس أنه الإبن غير مساوي للآب في شهادات يسوع المسيح يتحدث يقول أبي أعظم مني لما سألونه عن وقت الدينونة إمتى يجي القيامه وإمتى يجي المجيء الثاني قال هاي ساعة لا يعلم بها أحد إلا الآب وحده فقط أنا ما بعرفه ما عرفت إعلان أبي قلب مرحل لنا أنا كبشر كإنسان مرحل لكم ولو أنا إله عرفه بس آريوس أخذ آيات من الكتاب المقدس قال أنه الإبن غير يعني قلل من قيمة لهوت الأقنوم الثاني يعني بهذه الطريقة دريته يكون حواله مثل كانه نبي عادي أو بهذا المبدأ قلل من قيمة الإبن قال لهوت الإبن أقل من لهوت الآب لأنه يأترف بنفسه يقول أبي أعظم مني فلذلك بوجود الملك قسطنطين الكبير ابن الملك هيلاني إن عقد هو اللي دعا إلى عقد مجمع المسكوني الأول إن عقد سن 325 اللي هو المجمع المسكوني الأول إن عقد بالكنيسة ضحضوا هرتقة آريوس وتعاليمه قالوا الكنيسة ما تقبلها ووضعوا الجزء الأول من قانون الإيمان نؤمنوا بإله واحد الآب ضابطوا الكل وعن الإبن مساوي للآب بعد فترة بين 325 و 381 ظهر أنه هرتقة تانية من قبل مقدونيوس وسابيليوس وأبوليناريوس هذولي قالوا أنه لهوت الروح القدس أقل من لهوت الآب ولهوت الابن يعني روح القدس أقل من الآب وأقل من ابن فنعقد المجمع المسكوني الثاني سن 381 لمحاربة هرتقة مقدونيوس وسابيليوس وأبوليناريوس اندحضت الهرتقة تبقى ومشيت الكنيسة بالقرن الخامس سنة 431 ظهر أنه هرتقة نصطور حول طبيعة السيد المسيح طبيعة أو طبيعتين وقال سيد الأذراء والدة الإله والدة المسيح اضطرت الكنيسة إلى عقد مجمع أفاسوس المجمع المسكوني الثالث 431 لمحاربة هرتقة نصطور بس قلنا نصطور مكتفى بهذا الشيء هو وأتباعه كان عنده مجموعة من الأتباع اللي هربوا إلى شرق نهر الفراد وأملولهم جالي كبيري حتى أنه قسم من عندهم اضطروا إلى أن يعملولهم لما كانوا بشرق نهر الفراد سلخوا من الكنيسة وأملولهم شغلي اسمه لقبوه بالجثلقة أنه في منطقة فارس وعندهم قيادة عليا أنه تدبر الكنيسة طبعا بلا ما تكون تابعة لكنيسة أنطاكيا أو الكنائس اللي غرب نهر الفراد بهالفترة ما رح يفوتنا رح نحكي شوية هون فترة اللي مصاغت بين آريوس وبين المجمع الأول بين المجمع الثاني ما عنه نضحط تهرتقة آريوس لكن نشوف تاريخ الكنيسة أنه بهالفترة سيطر على الكرسي الأنطاكي بين 130 و 360 ست بطاركة آريوسيين عتلوا الكرسي بعده بين 381 كمان ظهرنا اثنين دخلاء كمان آريوسيين بعدين طلعنا زعيم من شردمة أبوليناريوس كمان اعتلى الكرسي البوتروسي ولما صاغت قصة النسطور والنساطرة كمان دخلنا بعض البطاركة بعد مجمع خلق دونية اعتلوا الكرسي البوتروسي فيعتبروا بطاركة غير شرعيين اعتلوا الكرسي بس كان تعاليم مش هي التعاليم الأرثوكسية اللي تقبل كنيستنا بعد مجمع خلق دونية اللي انقسمت بينه الكنيسة قلنا الى لا خلق دونية اللي احنا كنيست السريان معانا تمشي كنيست الهند تعتبر تابعة الى كنيست السريان كنيست الاسكندرية يسمون كنائس الأقباط معاها الحبشة وكنيست الأرمن الأرثوكس هذول الكنائس اللي خلق دونية استمروا على الإيمان القويم تبعهم اللي تسلمونه من الرسل بينما الكنائس الخلق دونية نجي علي نشوف صار عدنا شققات من عنده كثيري تعتقدنا نصطور قال انه لسيد المسيح طبيعتين صحي بعد الاتحاد بعد الاتحاد طبيعتين احنا نقول لسيد المسيح اله وانسان بعد الاتحاد دائما الوحدة الناتج تبعا لازم يكون واحد مش مجموع حكينا عن التثليث والتوحيد وبالتجسد والفداء نصطور لان قال بالاثنين بعد الاتحاد بالقرن السابع ظهرتنا فكرة المشيئة والمشيئتين والإرادة طالما عنده طبيعتين بعد الاتحاد فكل طبيعة إلى إرادة إلى مشيئتة وإرادة فلذلك انفصل الرهبان الموارنة من الكنيسة الخلق دونية بالقرن السابع وطلعوا من الكنيسة الخلق دونية قالوا لا السيد المسيح عنده مشيئة واحدة وإرادة واحدة مش مشيئتين ولو عنده طبيعتين بس عنده مشيئة واحدة وإرادة واحدة بعد انفصلوا لكن بالقرن الثاني عشر حاولت الكنيسة روما الكاتوليكية أن تضمم إلى داخلها بالقرن الثاني عشر تابعوا كنيسة روما واللي هو هلا موجودين هوني في لبنان كنيسة الموارنة تابعين لكنيسة الباطا بالقرن الحادي عشر سنة 1054 ظهر أن تعليم يقول أن الروح القدس منبثق من الآب هاي اللي احنا كنيستنا تقبلوا وروح القدس منبثق من الآب ومرسل من الآب والابن بالكنيسة الخلق الدونية قالوا لا الروح القدس منبثق من الآب والابن حتى دخلوا قانون الإيمان يقولوا ومع الآب والابن منبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له مجد بهالحالة كانت كنيسة الكاثوليك وكنيسة الروم الأرثوديكس وحدي لما كنيسة روما طلعت هذا الاعتقاد وأقرته انفصلت كنيسة الروم الأرثوديكس عن الكنيسة الكاثوليكية بالكنيسة الخلق الدونية صارت لكنيسة الكاثوليك لحال بالمعتقد تبعه حول انبتاق الروح القدس بينما كنيسة الروم الأرثوذكس صارت بثلنا تقول الروح القدس منبثق من الآب ومرسل من الآب والابن هذا الانشقاق الكبير اللي صار سنة 1054 يقدبر بالقرن الحادي عشر ما وقفت الانشقاقات هون استمرت الكنيسة الكاتوليكية يصير بيانشقاقات 1529 لما طلعنا مارتن لوثر وصار انشقاق بين الكنيسة الكاتوليكية لما طلع مارتن لوثر الكنيسة البروتوستانتية معنى بروتوستانت معنات المحتجين محتجين عن البابا عن أسنط البابا عن سكوكولوفران عن البابا بدون خطأ وهالشغلات فمارتن لوثر هو كان قسيس حاول يرفض التعاليم والقيود اللي وضعت الكنيسة الكاتوليكية أعطى حرية المعتقد والرأي للكنيسة البروتوستانية فصار كل واحد من عندهم عنده حرية معتقد وحرية رأي كل واحد من عندهم صار عنده مدرسة لذلك نشوف البروتوستان هي أكتر كنيسة بيا فروء كتير وكنائس كتير كمان ما وقفت صار أدنا كاتوليك وصار أدنا بروتوستان 1529 من الكنيسة الكاتوليكية سنة 1538 انفصلنا الكنيسة الأنجليكان عن كنيسة الكاتوليك نتيجة لأن الملك هنري الثامن كان متزوج وحب يطلق زوجته بس الكنيسة الكاتوليكية ما تقبل الطلاق لذلك اضطر أن يفصل الكنيسة تبعه الأسقف اللي كان عنده موجود بإنجلترا ونفصل عن الكنيسة الكاتوليكية وطلقوا وشكلوا كنيسة جديدة سموهوا كنيسة الأنجليكان اللي هي موجودة بإنجلترا بالوقت لحضر مش بس بإنجلترا مشكلة إنجلترا عنده كندا تبعه عنده أستراليا تبعه يعني عنده المناطق اللي تبعه عنده كتير كتير من الأشخاص اللي مشين على الكنيسة الأنجليكانية هاي عم بنشوفوني بالمخطط كتير من الانشقاقات طلعت عن طريق الكنيسة الخلقيدونية إذا نجي على كنيستنا اللي هي كنيسة اللاخلقيدونية صار قدنا بعض الانشقاقات كمان اللي طلع من قدنا إحنا السريان طلع السريان كاتوليك خصوصا اللي كانوا بسوريا بتحريض من الرهبان الكبوشيين بحلب وبمساعدة القنصل الفرنسي سنة 1657 وانفصل من السريان الأرثوذكس السريان الكاتوليك بالقرن اللي بعده تبعا بالعراق قدنا كمان كمان القنصل الفرنسي بمساندة الفرض على الدولة العثمانية أن تزيد الضرائب على الشعب الكادح الفقير وزيد الضرائب تبعا بمساعدة الإرساليات الدومينيكان صاروا يجعلوا الناس اللي عليهم ضرائب كثيري أنوا يصيروا كاتوليك ودخلوا الكاتولكا إلى العراق بلشت من قرية قرقوش بعدين برطلة بعدين انتشرت بالموصل فبالقرن الثامن عشر دخلتنا من الكنيسة الأرثوذكسية صار قدنا السريان كاتوليك تماما ديريتو يعني هذا الشرح اليوم بيختصر هذه الفترات تعتبر صعبة صراحة اليوم ولا ننسى أشغليه كمان من الروم الأرثوذكس بالقرن الثامن عشر انفصل من أندم جماعة من الروم صاروا تابعين كنيسة روما كنيسة الكاتوليك سموا نفسهم بالروم الكاتوليكيين مش أرثوذكس روم صاروا روم كاتوليك تماما يعني احنا بشرحنا لهذا ديريتو نتأمل أنه وصل أيضا لوحدة اليوم مع الكنائس ونتحد لأنه بنهاية نحن نؤمن بإله واحد قابا ضابط الكل إن شاء الله إن شاء الله يا رب ديريتو نحن رح نتابع اليوم بحلقتنا ونتعرف أيضا على الأسماء اللي ما بتقبلها كنيستنا ولكن من بعد ما نتوقف مع بريك صغير لهيك اليوم متابعينا على فضائيات سوبورو تيفي رح نتوقف معكم مع بريك صغير ونرجع لكم رجعنا لكم من بعد البريك لحتى نتابع معكم حلقتنا اليوم من بحوث لهوتية الحلقة الثامنة يلي عم تحمل عنوان تاريخ كنيسة أنطاكيا للسريان الأرثوذوكس مع ديريتو هيلان السمرجي من رهبات دير مار يعقوب البرادعي ديريتو قبل البريك شفنا المخطط اللي عم بيحكي عن تاريخ الانشقاقات بالكنيسة ولكن أيضا ببداية حديثنا تنوح على نقطة أنه في تسميات بابي تعترف فيها أو ألقاب ما بتعترف فيها كنيستنا اليوم منا اللقب أو الكنيسة الياقوبية ليش اليوم بيضعوا البعض كنيستنا بالياقوبية احنا قلنا كنيستنا اسمها كنيست أنطاكيا للسريان الأرثوذوكس السريان أرثوذوكس أنطاكيا هاي نقبل للألقاب بينما اللقب بالياقوبية هي نسبة إلى مار يعقوب البرادعي كنيستنا تفتخر بمار يعقوب البرادعي هو قديس مجاهد رسولي كبير واحنا بالأكثر نفتخر أنه رهبنتنا على اسمه رهبنت مار يعقوب البرادعي لكن كنيستنا تستنكر هالنعة الدخيل اللي أطلقوا عليها البيزنطينيين بالقرن الثامن بالمجمع السابع تبعا لما سموا كنيست سريان الأرثوذوكس بالكنيسة الياقوبية ليش سموا بالكنيسة الياقوبية لأن مار يعقوب البرادعي وكان أحد الآباء تبعا الآباء المجاهدين اللي جاهدوا وقت ما كانت الدولة البيزنطية والكنيسة البيزنطية عم تضطهد الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية من هو هذا مار يعقوب البرادعي؟ مار يعقوب البرادعي هو ابن قسيس كاهن سرياني أرثوذوكسي ولد أبونه اسمه القس ثاوثيوفيلوس بالمعنوع ولد في منطقة تل موزر درس من أبونه اللي هو كان كاهن العلوم الدينية اترهب في ديرف سيلتا المجاور لبلدته رسم كاهن اشتهر بالزهد والتقوى لقبه بالبرادعي ليش يسمونه برادعي؟ كان يلبس ثوبين ثوب ورداء فوقعته مثل الجبه كان هذا يمشي فينه ولما يجي ينام كان يشلح الجبه ويلتحفه واللي يتغطى فيها فهي كانت تتقطع فكان يرثوه وكانت تصبح مثل البردعة اللي توضع على ظهر الدابة مشان يبدو يمتطور فلذلك يسمونه البرادعي كان يركض مسافات طويلة سرعة تنقله مشان يثبت الناس المؤمنين على الإيمان ضد الاضحادات اللي كانت شلدة على كنيستنا السريانية الكنيسة البيزنطية لما صار راهب وبعدين صار كاهن قنا اشتهر بالزهد والتقوى تبعه كان غير على الإيمان فتوجهوا الرهب سيرجوس إلى القسطنطينية للدفاع عن العقيدة وكان عنده رضي يحبي أم السلام بالكنيسة كيف تصيرها الانشقاقات خلينا نتوحد سنة 527 ذهب إلى القسطنطينية بضيافة الملكة تيودورا الإمبراطورة تيودورا اللي بذاك الفترة جاء الحارث بن جبلة ملك الغساسنة العرب وطلبة من الملكة تيودورا إرسال أساقفة إلى المقاطعة الخاضئة للإمبراطورية البيزنطية بيزنطية فطلبت الملكة من تيودوسيوس بطريارك الإسكندرية اللي كان بالمنفى في القسطنطينية كان في السجن فقام هو وبطريارك القسطنطينية اللي كان اسمه أنتيموس بذاك الوقت وبعد الآباء برسامة ماريا عقوب مطراناً على الرهى وبلاد الشام وآسيا والراهب تيودور العربي مطراناً على العرب ومركزه بصرة وهذا كان سنة 543 أو 544 شمر ماريا عقوب ساعده وأخذ يتنقل سيراً على الأقدام يثبت الكنيسة الأرثودكتية على الإيمان القويم ويحاول يوحد بين الكنائس فطاف بلاد الشام أرمينيا آسيا الصغرى قبرص رودس خيوص مصر النوبة الحبشة بلاد ما بين النهرين وفارس هاي كلتها الزارة يحاول يثبت الناس على الإيمان ويحاول يوحد الكنيسة عندش كانت مسيرته صعبة أكيد فالأحد الألقاب اللي تقلوا عليه يسمونه المجاهد مجاهد ورسولي كان يحب يوحد حتى تصير كنيسة رسولية واحدة اهتم برسامة أسقفين يساعدونه على رسامة كهنة نحن هون راح نقول شغلي ولو هاي تحز بقلبنا الكنيسة البيزنطية بذاك الوقت قتلت الكثير من القادة تبع الكنيسة تبعنا بقالنا من كل هديك كنيسة أنطاكيا للسريان الأردوكس بقالنا ثلاث أساقفة هذول إذا قتلوا ثلاث أساقفة راحت الكنيسة اندثرت مار يعقوب البرادعي شمر ساعد الهمة تبعه وثبت رسم 27 أسقف 27 أسقف ورسم عديد الآلاف من الكهنة والشمامسة وثبت الناس على إيمان حبنا كلنا نرجع على إيمان المجامع الثلاثة المسكنية تبع نيقية 325 قسطنطينية 381 وأفسوس 431 رجعنا على إيمان آبائنا تبع المجامع المسكنية الثلاثة وحاول أن يوطد أركان الكنيسة السريانية بهمته فلذلك الكنيسة البيزنطينية خاطر تنتقص من قيمة كنيستنا مجمع السابع بالقرن الثامن أطلقت علينا الكنيسة اليعقوبية بينما مار يعقوب حاول يثبت على الإيمان مار يعقوب وفاته المنية سنة 578 كان في طريقه لزيارة بطريارك الإسكندرية وهو في الطريق توفى في دير مار رومانوس المعروف في دير قسيون بمصر كان مهمته ريح مشان يوحد مشان تصير وحدة بالكنيسة توفى 30 تموز 578 ودفنا بذاك الدير بس بعدين الرهبان تبع دير فسيلتة نقلوا جثمانه سنة 622 إلى بلدته تلموزة إلى دير فسيلتة المجاول للقرية اللي ولد بيها تلموزة كان مار يعقوب البرادعي عالم جليل لكن مهمته بتوطيد الكنيسة على الإيمان منع من غزارة كتابته لكن كمان كتب كتب أنافورة اللي هي كتاب طقس قداس بالسرياني وكتب أيضا رسائل متفرقة كتب قسم مننا باليونانية وصلتنا ترجمته السريانية ينسب إليه شرح للعقيدة انتهى إلينا نصه العربي وترجمته الحبشية كما أنه وضع ترتيله لعيد البشارة والحلو أنه ثابنتنا تعتسست كمان بعيد البشارة وعقل اسم مار يعقوب البرادعي واستمرت الاضطهادات البيزنطية على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى أن ظهر العرب وقت ما عملوا معاهدات مع عمر بن الخطاب بأنه يحمي السريان والنساطر الموجودين في منطقة ما بين النهرين بس على أن يدفعوا طبعا الجزية للدولة العربية طبعا هذا الشيء محزن محزن أكيد بس هذا التاريخ تماما احنا من نحكي التاريخ لازم نحكي الشيء الكويس اللي كان قدنا بالكنيسة حتى إذا تذكر حكينا على كثير من البطاريكا كانوا دخلاء بمعتقداتهم مش المعتقد السليم فلذلك يسموهم بطاريكا غير الشرعيين طلعوا على الكرسي الأنطاكي طبعا أنا السريان دعطوف بس كانوا بمعتقداتهم إن كانوا أريوسيين إن كان أبوليناريوس إن كان نساطر تماما تريدت أيضا في تسمية اليوم ما بعدها دي يونانية هي المونوفيسيتية مونوفيسيتية ما معنى هذه التسمية وليش تم إطلاقها مونو كلمة يونانية معناة وحيد فيسي معناة طبيعة لقب أطلقونه على كنيستنا السريانية الأرطوفية ولو هو غلط هذا التسمية طبيعة الوحيدة أصحاب الكنيسة أصحاب الطبيعة الوحيدة نحن تذكر لما حكينا عن تجسد و الفداء أن كنيستنا تؤمن أن السيد المسيح طبيعة ناتجة من اتحاد طبيعتين إلهية و إنسانية بعد الاتحاد طبيعة واحدة تسمى طبيعة إلهية إنسانية وأقنومين أقنوم إلهي كامل أقنوم إنساني كامل اتحدوا الأقنومين بأقنوم واحد إلهي إنساني مش اتنين طبعا لما عم بيسمونه المونوفيزيتية الوحيدة يعني يرح يكون إنسان يرح يكون إله صحيح وإحنا نقوله هو إله إنسان في آن واحد هل تسمية جد لما طلع قد نسطور و قال إنه سيد المسيح طبيعتين اللي هو كان بالأربعمية وواحد وثلاثين صح ولا لا أنا عقد مشانو مجمع الثالث المسكوني مجمع أفسوس بعد نسطور ظهر لنا شخص اسمه وطاخي وطاخي حاب بدل ما يقول اتنين يسويه وحدي مشان يوحد هالطبيعة بس شو وقع يصلح شغلي وقع بخطأ أكبر إنه قال السيد المسيح هو إله وهو إنسان لكن نتيجة لأظمة اللاهوت الموجود بين عنده هالطبيعتين اتحدوا وصار أدنى طبيعة وحدي يعني قال إنه الطبيعة الإلهية كبيري فيذن الطبيعة الإنسانية تلاشت تحت أظمة الطبيعة الإلهية وهيك أمل امتزاج وتبلبل واختلاط بين الطبيعتين الإلهية وإنسانية كأنه الطبيعة الإنسانية صغيرة وتلاشت شوية شوية تحت الطبيعة الإلهية فهيك رح يكون أنه بقى طبيعة وحدي رح نقول هل هي طبيعة الإلهية؟ الطبيعة الإنسانية طبيعة الإلهية إحنا كنيستنا نبذ التعليم أوطاخي اللي يقول طبيعة واحدة اللي هي طبيعة الإلهية واعتبرته أنه هذا هرطقة وتعليم مخالف فلذلك كنيستنا لا تقبل النسطور والطبيعتين ولا تقبل أوطاخي والطبيعة الوحيدة الطبيعة الواحدة فاللقب اللي تكون علينا منوفيسيتية الطبيعة الوحيدة احنا ما نقبله لان احنا نقول للسيد المسيح طبيعة واحدة إذا بدنا ما يسمونا ميافيسي ميافيسي باليوناني يعني طبيعة واحدة مش وحيدة في فرق بين واحد ووحد واضحة اكيد ديرتو اليوم منكون هيك وصلنا لزبدة تعرفنا من خلاله أنه ليش اليوم نحن أكيد كنيستنا هي كنيست أنطاكيا للسريان الأرثوذوكس ديريتو كمعلومة هيك اليوم نحصل عليها نتعرف على الأدير اللي موجودين عنا عددون وين متواجدين كم هو عدد الأدير الموجودة عنا؟ أدنا أدير كتير كرم كانت قسم مننا قديمة ولحد الآن آمرة وقسم من الأدير مع مرور الزمن قسم مننا راحت ما بقت بس هاليوم راح نحكي عن الأدير الباقي مثل أدنا دير مارمتة بشمال العراق تابع لقرية المدينة الموصل في شمال العراق يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي دير مارمتة موجود بجبل يسمونه جبل الألوف جبل الألفاف كان بينه أهلاف الرهبان ساكنين هذك الدير نزلوا بالبداية دير مارمتة نزلوا من ديار بكر من تركيا بين الاضطهادات اللي صارت على المسيحين نزل إلى جبل الألوف وعملوا قلالي حتى ابن الأبري هلا شويلغ راح نحكي عنه كان من اللي موجودين في دير مارمتة دير ثاني دير مارجابرييل بتركيا في طور عبدين يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي كمان ولحد الآن من القرن الرابع لحد الآن فيه رهبانة مستمرة دير مارحنانية الزعفران بماردين تركيا أيضا تأسس بالقرن السادس الميلادي وهذا إذا تشب قبل شوية حكينا علي نصار فينو مدارس للتدريس الكليريكيات وكان مقر للباترياركية فينو في دير في مار جابرييل مارحنانية بزعفران الأقدم من هذا اللي يكلم دير مار مرقص في القدس اللي هو يعتبر مفخر للسريان اللي هو العلية اللي تناول بي السيد المسيح الفصح عشاء الفصح مع التلاميذ وفي رقيم تم اكتشافه بالكنيسة بالدير سنة 1940 يعود تاريخ كتابته بالسريانية إلى ما قل قبل القرن السادس الميلادي جاء فيه ما ترجمته هذا هو بيت مريم أم يوحنى الذي يدعى مرقص يعني تأكيد على هاي العلية اللي تعاش فيها السيد المسيح أكل فيها الفصح مع تلاميذ من زمد السيد المسيح دير مار مرقص لحد الآن موجود أدنى فينو مطرانية هلا بالوقت الحاضر القدس مطرانيته في دير مار مرقص في أدير حديثة هلا اللي موجودة بالوقت الحاضر في أدنى دير مار أفرام السرياني بمعرض سيدنايا يشمل كلية الإكليريكية دير مار يعقوب البرادعي اللي موجود هوني إحنا ديرنا رهبات السريان بالأطشاني بلبنان في أدنى دير السيد العذراء بالتلورديات بالحسكة في أدنى دير مار يعقوب السروجي بألمانيا كمان فينو رهبني دير مار أوقين بسويسرا دير مار أفرام السرياني بهولندا كمان مستمر هلا صارتنا جديد دير بنيوجرسي دير بالسويد دير الصليب وفي دير أعتنا مار أنتونيوس بصدد حمص قيد الإنشاء طبعا همنا كثير من الأدير نحن نسكرنا أيضا البعض ما هيك أكيد هلا في أدير قسم صارت بفترات من التاريخ وبعض فترة اندثرت بس هذول الأدير القديمة اللي عم نحكي عليها اللي كانت من القرن الرابع من القرن نابع من القرن السادس من القرن الأول ولحد الآن مستمر بيه فلذلك ذكرناها لأهميتها وذكرنا الأدير اللي موجودة بالوقت الحاضر وين موجود عدنا أدير أحنا السريان بس بين هالفترة أكيد كانت بسوريا بمنطقة سوريا كمان كان فيه دير للرهبات بس ألا بالوقت الحاضر تتجي عليها فترات بتروح تنشط وأتوقعت بتخف ذلك اليوم عنا قصة نتعرف عليها أكيد تماما لهك اليوم متابعين سيكون معنا بفقرة قصة وعبرة أيضا يكون عنا قصة جديدة نأخذ ونستمد العبرة منا بفقرة قصة وعبرة قصتنا لهاليوم العبرة تبعا إلى علاقة بتاريخ الكنيسة رح نحكي قصة حياة العلامة ابن العبري اسمه شوية طويل مارغ ريغوريوس يحنى أبو الفرد جمال الدين ابن العبري انولد سنة 1226 وتوفى سنة 1286 يعني عاش فترة أمور قصيرة تقريبا 60 سنة بس غنى أغنى الكنيسة بالكتابات اللاهوتية والعلمية تبعا نحكي قصة حياته وتشوف العبرة رح ناخذها بالنهاية ولد مارغ ريغوريوس ابن العبري في مدينة ملطية سنة 1226 من أبوين مسيحيين بنعمات تبعه سمونه يحنى والده كان طبيب وكان شماس بالكنيسة لقنوا الطب دراسته وتهذب بالكنيسة كمان درس البيان درس المنطق درس اللغة السريانية واللغة العربية واللغة اليونانية ودرس كمان اللغة الأرمانية والفارسية سنة 1243 رحل مع عائلته إلى أنطاكيا نتيجة غارات هولاكو مذاك الوقت على مدينته ماليطة اترهب ترهبا سنة 1244 ارتفع بالعلوم الروحية والفضيلة اتنسك بمغارة مدة سنة كاملة في مغارة متوحد فلذلك عنده كتابات نسكية ارتفع بالروح بدرجة كتير حلوية ثم ذهب إلى دير ثم إلى طرابلس للشام أكمل دراسته وسنة 1246 رسم كاهنا ثم أسقفا لحلب كرم بعمر 20 سنة أصبح أسقف لحلب 20 سنة كان عمره ثم عينه مفريانا سنة 1264 بين نينوة ودير مارمتة وبغداد وتركيا رسم 12 أسقف وتوفى 30 تموز سنة 1286 بعمر 60 سنة أغنت كتاباته الكنيسة عنده مؤلفات لاهوتية مغزن الأسرار منارة الأقداس الأشعة تاريخية شمل كتب تاريخ من زمن الخليقة إلى أيام عصره تاريخه عنده كتب علمية كتب كتاب الصعود العقلي في شكل الرقيع والأرض كتاب الزيحة الكبير كان حول الكواكب لاستخلاص التقويم السنوي وتعيين العياد المتنقلة كتب فلسفية كتب زبدة الحكمة حيث الحكمة الأحداق رسالتين بعلم النفس كتب كتب أخلاقية ونسكية هاي من أهم الكتب اللي نقراها أحنا أول ما ندخل على الدير إذا بدنا نصير رهبان يسمونه الأيثيقون الأيثيق معناة الأخلاقيات الأيثيقون والحمامة كان يرتفع بك مثل حمامة كيف ترتفع عن الأرض كان بده الرهب أنه يدرك الاهتمام بالأمور الأرضية وكيف يحلق يظل متعلق بأله راح ترتفع روحه ويكون طلبه للسماء أكثر من طلب الأمور المادية كتب بالقانون الكنسي كتاب الهدايات كتب بالصرف والنحو الأضواء واللمع كتب كتب أدبية يسموه القصص المضحكة كتب الكثير من الأبيات والقصائد الشعرية اهتم هنا زبدة القصة معنا اهتم بدراسة العقائد أنه كان أمره عشرين سنين صار مطران فكان يحتاج أن يحاجج بالمجادلة ذوي المعتقدات الأخرى بالمكان اللي هو كان بينه درس العقائد درس العقيدة كان متمكن باللغة العربية والسريانية واليونانية اللي خلوهم يقدر يكون متمكن من فهم العقيدة درس التاريخ وعرف أسباب الانشقاقات والخلافات بين الكنائس اللي هلا حكينا عليها آخر شيء وصل إلى شغلي شاف أنه كل هالخلافات اللي صارت والانشقاقات اللي حكينا عليها بالكنيسة بدايتها المجمع الأول المجمع المسكون الثاني والثالث أنه كل هذول الأشخاص آمنوا كان خصاب بين المسيحيين بعضاً بعض ما يعتمد على الحقيقة إيماناً بالسيد المسيح اللي هو الأقنوم الثاني من التالوث الأقدس بنفس الشخص المسيح لكن اختلاف استخداماً للألفاظ والمصطلحات اللي ممكن بلغة موجود هالمصطلح بلغة ثانية ما موجود هذا المصطلح ما في رديف لأله يقدر يوصل هالكلمة إلى اللغة الثانية فلذلك صارت هاي الاختلافات بين الكنيسة فلمحبته للكنيسة ولمحبته لأخيه الإنسان قال أنا راح أترك الجدال بالأمور العقائدية والتاريخية مشان تبقى محبتي للإنسان المسيحي الآخر اللي عنده معتقد آخر مع أنه إيمانه بنفس المسيح اللي أنا عم بعمل فيه ترك هالمجادلات بالأمور العقائدية وتوجه إلى دراسة علم الفلك يعني ترك الأمور العقائدية بعد ما درسه وتمخط بيه وعرف أساساته والانشقاقات بيه وتوجه إلى علم الفلك خاطر تبقى محبة الإنسان المسيحي الثاني بقلبه باقي قلبه فهذا تأكد أن الانشقاقات اللي صارت بالكنيسة صارت بس أنا ما رح أكره الكاتوليك ولا رح أكره الروم الأرثوديكس كلتنا كنائس إن شاء الله يبقى السيد المسيح عمر بقلوبنا أي واحد مننا قدنا من خلال أي كنيسة هو كان عم بيقبد الله فيها إذا بقى المسيح تبقى محبته لأله وتبقى محبته لأخير الإنسان يبقى إبين يثبت مسيحيته للعالم تماما أكيد نحن دريتو حتى خلال حلقتنا يعني حكينا قديش نحن عم نطلع لهذا التاريخ لأنه هو تاريخنا ولكن قديش بيوجعنا وقديش بداينا وقديش حتى منستمد اليوم حكمة كثير كبيرة من إبن العبري إنه حتى ما نتخلى عن المعرفة يعني إذا وصلنا لنقطة معينة إنه دائما يكون عنا رغبة بالمعرفة نقرف ونقرأ التاريخ ونقرف بس تبقى محبتنا للآخر بيقب قلبنا تماما دريتو أيضا إحنا متل ما تعودنا يكون في سؤال بهذه الحلقة لحتى نعرف إجابته بحلقتنا الأخيرة وضمن حلقة مخصصة لهذا الموضوع إن شاء الله لهيك مشاهدين على فضائية سوبرو تيفي وصلنا معكم لفقرة سؤال الحلقة لحتى نعرف مشو مخبيلنا السؤال اليوم بسؤال الحلقة مثل ما عودناكم بهذه الفقرة دائما نكون في هذا السؤال يلي رح نتعرف على إجابته بحلقتنا الأخيرة ضمن حلقة مخصصة لهذه الأسئلة يلعبت السائل خلال حلقتنا أو خلال نهاية حلقتنا مع دريتو هيلاني السمرجي دريتو شو مخبيلنا السؤال اليوم؟ حكينا خلال الشرح تبع تاريخ الكنيسة على كلمة مفريان أو جاثليق أو كاثوليكي السؤال تبعنا ما معنى كلمة مفريان؟ جاثليق؟ كاثليكوس؟ متى ظهرت؟ وأين كان مقرة؟ أكيد دريتو رح نتعرف على إجابة لهذه السؤال بحلقتنا الأخيرة ضمن حلقة مخصصة لهذه الأسئلة دريتو بدي تشكرك على هذه الحلقة بدي تشكرك على طريق شرحك يلي عم تكون موجودة يلي عم تبسط لنا دائما الأفكار كوننا نحن يعني ما أننا مختصين أو ما أننا مكرسين حياتنا لهذه الأسئلة فبدي تشكرك شكرا لالله يعطيك العافية على أمل التئفيك بحلقة جديدة والتئي أيضا بمشاهدين على فضائية سبورو تيفي أنا دريتو هلاني نلتئفيكم بحلقة جديدة من هون حتى نلتئفيكم اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدين على قناة شكرا للمشاهدين على قناة